كان يعاكس النساء في فيينا اعتقال مشتبه به سوري في محاولة قتل جندي نمساوي ما شاء الله جميل وأيضا خبر آخر بنفس الموضوع بسبب خلاف على حزاء رياضي سوري يطعن زميله بسكين في فورل بيرغ والشرطة في حالة تأهب قصوى حالتي طعن في وضح النهار في الحي الثاني الحي العاشر في فيينا وأيضا خبر آخر يعني هذا تم نشره اليوم الخبر بيقول هرب حافي القدمين اعتقال شاب سوري قام بطعن آخر بسكين المطبخ في النمسة العليا يا سادة يا سادة ما الذي يحصل ما لكم يا سادة يعني كل هجوم طعن كل سوريين وبيزعلوا مننا القراء والمشاهدين والمستمعين لما بنقول سوري عمل سوري كذا طب يا سيدي هاي الأخبار أمامكم وكل الأخبار الموجودة أمامكم هي نقلا عن وكالة الأنباء النمساوية أو الصحف الرسمية بأسوأ الحالات ولكن بأحسن الحالات نقلا عن وكالة الأنباء نقلا عن ORF يعني الأخبار المتزنة يعني الأخبار الصحيحة الأخبار الموثوقة الأخبار التي ينقلها كل الإعلام النمساوي بشكل أو بآخر وبيجيك آخر شيء واحد بيقول لك ليش أنتم متصلطين على السوري ليش أنتم متصلطين على الكذا ما لكم يا سادة هذا كلام معيب هذا كلام معيب انظروا إلى المشكلة نفسها انظروا إلى الخلل انظروا إلى هذه الحالة المتردية وإذن مشاهدين يعني هذه الحالة من العنف التي نسمعها حالات فردية طبعا من السوريين طعن هجوم ضرب سرقة عض يعني مع الأسف عشرات الأخبار ولكن هذا الخبر الأخير الذي قام به شاب سوري بمحاولة طعن شاب من الجيش النمساوي هو بالخدمة الإلزامية يعني ليس بالجيش بمعنى العسكري ولكن هو يقوم بالخدمة الإلزامية للشباب المعروف هنا للشباب في النمسا من يحمل الجنسية النمساوية طبعا كان يقوم هذا الشاب السوري بالاعتداء أو بالتحرش بأحد النساء فقام هذا النمساوي بمحاولة الدفاع عنهم فرد عليه بالطعن وبعد يعني أسبوع تقريبا هذا الحادث يعني أمام محل أيس كريم تيشي المشهور في الحياة العاشر تم اعتقاله الشاب صباح هذا اليوم وحقت شرطة فيينا إنجازا كبيرا نشر اليوم في نهاية الأسبوع حيث تم كان من قبض على الرجل بعد أسبوع من هجوم بسكين بالقرب من متجر تيشي للأيس كريم في حي فوريتان الحي العاشر وقال حادث يوم الأحد الماضي يعني قبل أسبوع كامل من هذا اليوم عندما حاول الشاب 21 عام مواجهة مجموعة من الرجال قاموا بمضايقة بعض النساء طبعا مش موعة ولا هذا أحدهم تصاعدت المشاجرة بسرعة حيث طعن أحد أفراد المجموعة الشاب بسكين مما أدى لتصابته بجروح في الظهر والفخز والشاب جندي نمساوي في الخدمة الإلزامية تم إصعافه ولا يوجد خطر على حياته وبعد تحقيقات مكسمة من قبل مكتب التحقيقات الجنائية في فيينا تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه وهو شاب سوري يبلغ من العمر عشرون عاما تم القبض عليه في شقته اليوم السبت ربما استخدمها في الهجوم في نفس الوقت هذا الشاب الذي ما زال بريء حتى يثبت تثبت إدانته أنكر جميع التهم الموجهة إليه خلال استجوابه ولكن تم نقله إلى سجن في فيينا